كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشور عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وتقدم رئيس مجلس الشيوخ في البرقية باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية لرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد مؤشرا إلى أن ذكرى تأتي تقديرا للجهود التي قاموا بها في حوض الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في ضحض العنف كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ بخالص التهنئة لرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرمة والعدالة الاجتماعية يحمي جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرج الشعب في الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار إلى ذلك بعث رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة مؤكدا أن رجال الشرطة جسادوا في هذه الذكرى أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد ولا يزلون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن